في العالم الآن أصبحت الأفلام والبرامج الوثائقية لغة عالمية لها مصدقيتها وتأثيرها الجماهير الكبير وأصبحت الوثائقيات وسيلة هامة لإعادة قراءة التاريخ ووسيلة جذابة لكشف حقائق والغاز الكون والطبيعة من حولنا الآن الأفلام والبرامج الوثائقية فن كبير له عشاقه في كل مكان هذا الفن يكتذب كل يوم عشرات الموهوبين في الكتابة والتصوير والإخراج كما أصبح مجالا للإنتاج الضخم والميزانيات الكبيرة لاعتماده في السنوات الأخيرة على الدراما واستعانته بنجومها الكبار للتعليق ورواية الأحداث بل وإعادة تمثيلها في بعض الأحيان اليوم حديثنا من مصر مع كاتب ومخرج شاب موهوب عاشق للتاريخ المصري عاش حلما ساعة طوينا لتحقيقه حتى قدم لنا مؤخرا عملا بديعا من إنتاج مصري وعلى منصة وطنية مصرية قدم ضيفنا في هذا العمل صفحات مجيدة من التاريخ المصري روتها بأداء رائع فنانة مصرية كبيرة اليوم في حديثنا من مصر نحاوله حول عمله الوثائقي الأخير أم الدنيا عمل كبير وخطوة مهمة على طريق عودة الوعي بأعدم حضارات الدنيا الحضارة المصرية عن أم الدنيا وصناعها عن الأفلام والبرامج الوثائقية المصرية وتأثيرها في بناء وعي الأجيال والحفاظ على الهوية حديثنا اليوم من مصر أهلا بكم